توقعت الخارجية الروسية اليوم انطلاق جولة جديدة من لقاءة أستانا حول سوريا في بداية شهر يوليو المقبل فيما رجحت أيضا أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جينيف بعدها مباشرة رجح نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوغدانوف أن تنطلق جولة جديدة من لقاءة أستانا حول سوريا في بداية شهر يوليو المقبل وأن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات السورية في جينيف بعدها مباشرة وقال بوكدانوف أن الدول الراعية تفضل البدء في المفاوضات بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لافتا أيضا إلى أن بعد محادثات أستانا المرتقبة سيتم التحضير مباشرة للقاء جينيف ميدانيا وصلت قوات الجيش السوري والقواء الحليفة والرديفة إلى عمق البادية وثبتت نقاضها شمال شرق التنفع الحدود العراقية فيما اعتبر قائد عمليات الجيش السوري في البادية أن الجيش والقوات الحليفة والرديفة استطاع إنجاز المرحلة الأولى من تحرير وتنظيف البادية حيث تم استعادة 20 ألف كيلو متر مربع خلال أربعة أسابيع وتحدث قائد عمليات الجيش السوري عن نجاح القوات في الوصول إلى الحدود السورية العراقية انطلاقا من ثلاثة محاور أهمها محور الحدود السورية العراقية ولفت القائد إلى تقدم القوات وسط انهيار المجموعات المسلحة مشيرا إلى أن وصولها إلى الحدود العراقية السورية يعد بمثابة انتهاء المرحلة الأولى من جهة أخرى صدت قوات الجيش السوري هجوما شنه مسلح تنظيم داعش باتجاه لواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور من محاور عدة فيما أدت العمليات إلى مقتل عديد من مسلح داعش ترجمة نانسي قنقر